موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم في الستوديو الميادين أمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان صباح الخير حضرت العميد وأهلا وسهلا بك في الستوديو الميادين بالطبع نبدأ من عملية الاغتيال التي حصلت في أجولان السوري بالأمس قيل الكثير بشأن إسرائيل ولكن بشكل مباشر هل إسرائيل قادرة على تحمل تبعات هذا الاعتداء يعني بدك تسمحيلي قبل ما نفوت بالحكي الستراتيجي والتحليلات والأمور أني أحكي شوية وجدانية أول شيء السلام والرحمة على أرواح شهداء المقاومة ورجال الله الذين سقطوا على أرض جولان بسلاح إسرائيلي وطبعا أنا لا أخرج عن لياقات المقابلة ورح أمثل بمعلمة وقائدة جمال عبد الناصر لما استخدم وجدانيا في مواجهة عهر استعماري وخياني وعمالي لما استخدم جزمة أنه جزمة أصغر شهيد من شهداء الجيش المصري في اليمن بتساوي تهجان كل العروش والملوك لذلك أنا كمان هلأ رحل لك لأنه فعلا حق الشهداء بالرد حق جهاد مغنيه برفقاته بالرد قبل ما نبلش الحكي الرائع بدي أقول لك البستار يمكن في ناس ما بتعلم شو يعني العسكرين بيعرفوا شو البستار يعني الرنجر يعني الجزمة جزمة جهاد عماد مغنيه ورفقاته برأس أشرف وأقدس من كل من تجرأ البارحة وتكلم عهرا عن قيمة استشهاد هؤلاء في الجولان صاروا عصابة حسن نصر الله صاروا عصابة ولاية الفقه صاروا مجموعة إرهابية فيه شيء اسمه عاب فيه شيء اسمه عاب بالداخل اللبناني عاب 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 مشان هيك أنا عمقول حرصا على حق الشهداء فراد جزمة البستار طبع جهاد عماد مغنيه ورفاقه برأس أكبر من تجرأ البارحة للنايل من شهادة هؤلاء ما هو سبب يعني أن تصل الأمور أخلاقيا على الأقل يعني ليس لنا تحدث سياسيا بأخلاقية معلمة في الرد على العملاء والخواني مبارح ما بيجوز الحكي اللي اسمعناها لا يعني شو السبب أنه إلى هذا الدرك يعني وصل هذا القيام الأخلاقية ليس السياسية في السياسة ممكن أن يختلفوا بقدر معارضهم في غرفة عمليات بدنا نفهم في غرفة عمليات أمريكية في السفارة الأمريكية تدير هذه الأفواه الأفواه المعيبة لذلك بقلهم كمان جزمة وبستار عماد جهاد عماد مغنية براس مكين رئيس لجنة الأمن والدفاع اللي نطرينه ليعمل رئيس جمهورية ليجي يدبحنا براسه لذلك هلأ نبدأ نحكي الحكي الجدي هذا حكي وجديني أنا أحكي بالأول هلأ بدك نبدأ نحكي الحكي الرواق والتحليل والتحليل كنت سألتك حضرة العميد يعني إلى أي حد قادرة إسرائيل على تحمل الرد وهل سيكون الرد أحادي مثلا أول شيء كمان من خلال ما سمعناه من هذا الهيجان الإعلامي سواء الدولي أو الإسرائيلي أو العربي أو اللبناني يعني صوروا وكأنه قصة حزب الله والرد طبع حزب الله قصة مشكلة بتضيع عمين بترد عليها بكف والرد بالرد القصة مش بهذا السياق القصة هو قصة صراع طويل استطاعت فيه المقاومة في لبنان وحزب الله بالتحديد أن يمتلك قدرات جدية تهدد الوجود الإسرائيلي لذلك سياق استشهاد هؤلاء المقاومين وبما فيهم العميد أو اللواء الإيراني أدادي يدخل فيه سياق صراع طويل عريض يعني نحن منبلش أنه الإسرائيلي لا قام بهذه العملية شو اللي خليه يقوم بهذه العملية أول شي منبلش تدريجيا اكتملت مثل ما بيقولوا اكتملت معالم العملية العسكرية الناجحة من خلال الاستخبارات ومن خلال مراقبة المواقع وغيرها كلها تدخل في إطار تنفيذ العملية العسكرية الناجحة اكتملت بالنسبة للقيادة الإسرائيلية هذا الموضوع عسكريا بنجاح العملية فقام بالتنفيذ هلأ نتطور أكتر أنه ماذا يريد الإسرائيلي من خرق أول شيء خط الجولان يعني في الزمان والمكان في الزمان التوقيت أنه بهالتوقيت بالتحديد بظل ما يحدث على صعيد الأم العربية وما يحدث على صعيد العالم اختيار الزمان اختيار المكان اختيار المكان واختيار الأصحاب يعني الأشخاص اللي تنفذ فيهم العملية كل هذه المواضيع بدأت اندرس بدقة بدون الحكي أنه هل سترد أو هل تتحمل التبعات ولا لا تتحمل التبعات طيب إذا بدي أقلك تبتحمل التبعات رح قبرك مثل ما نحكيها بمبساطة حتى العالم تفهمنا ما حنعقدهم برأسهم طيب أنا ببلش أقلك بدون يسمموا الماء بوزارة الدفاع الأسائلية بدون يطرقوا صاروك مش من الألف وسبعمية واحد حتى ما تنهز ينهز بدنهم تبقول الألف وسبعمية واحد أنه استخدموا المنطقة في الاعتداء على إسرائيل وخرقوا قانون الشريع الدولي من هذا يا خي خارج أنا عم قلت لك خارج إطار الألف وسبعمية واحد وهي البقعة اللي شايفين حالكم فيها أنتوا اللي معلمين طيب إذا إجا صاروك بين حمول بين الخمسمائل لسبعمية وخمسين كيلو جرام سقط على قاعدة بحرية عسكرية مش معروف ما نظهر إذا طلعت له شي عشر طيارات أيوب فتطلب شي مجموعة أبنية بتلقى بيب عسكرية عم حد إذا فات شي أربع خمس استشهاديين على مطاعم اللي بتاكل فيها الجنود الإسرائيليين بالتحديد أو محطات اللي بيطلعوا منها الجنود المجندين الإسرائيليين كل هذه العمليات وردية قيمة هذه المقاومة أنها قادرة على كبس الزر في أطنين من الأسلحة عند الجيوش العربية كلها أطنين طيارات ومدفع وقد مبدك قد ما تملك صواريخ وهيدي مواطير الكاز والغاز تبعوه الخليج ما مخليين ما مخليين قطع تسلح غير ما جايبين بالمخازن تبعوه بس ما في القرار بكبس الزر حسن نصر الله قادر على كبس الزر ومن يدرك هذا الشيء إسرائيل قبل غيره لذلك تبعات الراب أنا بقلي إسرائيل هلأ عرفاني وهي اللي قلقاني مش نحنا اللي قلقانين بيستشد جهاد عماد مغنية بيطلع عشرة مثل جهاد عماد مغنية يعني أنا برأيي ما فيك تظهري من وجدانيات ما حدث بالجولان بالتحديد بالجولان بالتحديد وجهاد عماد مغنية بالتحديد وباقي الشهداء اللي معهم يعني تصوري هذه المقاومة بيستشدوا ست مجاهدين الست بكل عائلة من عائلتهم فيه شهداء وفيه قاضي من مؤسسي المقاومة لذلك يعني صحيح الخسارة كبيرة ولكن بصياق الصراع أنا برأيي لن تؤثر بتاتا هذه الخسارة على استمرار العمل المقاوم بمستوياته العليا استراتيجية وإسرائيل تدرك ذلك إسرائيل تدرك ذلك ولكن كيادة المقاومة تتميز بتطوير قدراته وإبداعه في تنفيذ عملياته العسكرية حسب تطور الوقائة على الأرض والوقت يعني هذه كلها تتك يعني بتفوت مع بعضها حتى نجر الرد بس أنا بقلك كل من يتكلم رد سريع ورد بطيء ورد بكرة ورد ما بعد بكرة وحجم الرد هذا كله خارج إطار الفعل الحقيقي اللي هلأ عم يتحضر بس أنا بقلك ومقتنع تماما المقاومة المقاومة لم تخسر من جهوزيته وقدرته على توجيه الضربة الملائمة في المكان الملائم واللي ساعتها بدي شوف نعم ماذا سيفعل نتنياهو طيب ساعتها لماذا من الجولان تحديدا لماذا في الجولان تم تهيدي العملية هلأ لنفوت نحن بالحكي أنه شو الأهداف استراتيجية أو الجيو استراتيجية يعني فيك تقولي الملف النووي الإيراني بوجود عناصر الحراص الثوري الاستشاد اللي واستشاد نعم الملف النووي الإيراني أنا برأيي خطر وجودي أكيد على القيادة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي رغم أنه سلمي هذا الحكي السلمي أكيد من جهتنا بس سني مش واردة القيادة الإسرائيلية تقول أنه هذا السن في خطر وجودي أن تمتلك إيران القدرة النووية سواء كانت سلمية أو تطورها بأي اتجار حتى ممكن يكون تطور تكنولوجي كبير يعني لا تحتمله إسرائيل بالنسبة لأعلن هذا خطر وقلق وجودي أساسي لذلك ما ممكن تسمع بمكان ما حسب ما تفكر القضاء الإسرائيليين أنه أن يستمر هذا الملف كل ما لأينا في اقتراب تحدي المواهيد منلاقي في حراق جنوني إسرائيلي مثل ما صار بالجولي طيب فينا نقول أنه الوضع المأزوم لمجموعات اللي عم بتديرهم إسرائيل يعني كل هلا طبعا الولي داعش كيف وفيه التناقض وداعش وقاعد المركز العمليات الأساسي لإدارة كل هؤلاء العصابات التخريب والإرهاب في سوريا هن مراكز الأمريكية الإسرائيلية هذا ما حدا يعني صار تأكد المؤكد وقالتا بعض العمليات إذن كمان فينا نحط بخانة الضربة بالجولان من أجل إعطاء المعنويات وإعطاء القدرة لهؤلاء العصابات الإرهابيين أنه نحن منا لواحدنا بالميدان بس يعجز البديل يتدخل الأصيل مباشرة في المعركز طيب فينا ننزل شوي بالتدرج نقول أنه هناك مثل ما بيقولوا جدلية الصباق على السيطرة على المنطقة اللي بيسموها يعني مثل ما بيقولوا منطقة عازلة أو منطقة قادرة على استخدام عصابات الإرهاب والتخريب ضد نظام السوري اللي هي أنا برأيي هي تقاطع مصالح تقاطع مصالح إسرائيلية سعودية أردنية بظل وأمريكية بظل ما نسمع أنه هناك تدريب لمجموعات بعد ستة شهر تصير جاهزة بدأت تنزل على الأرض من جهة الأتراك مشركب معهم المنطقة متعرض للخسائر بقلولك هون في الظهر الإسرائيلي بيحمي الظهر الإسرائيلي بيحمي نحن من درعة إلى قطنة من درعة إلى قطنة مرورا بالجولان بدون يركبوا منطقة عازلة أو منطقة تابعة للمجموعات الإرهابية والمقربين لحتى ينفذوا العملية اللي مثل ما بيقولوا حلم بليس بالجنة إسقاط بشار العسر كل هذه المعامل هلأ في عامل أساسي إسرائيلي بدنا نتبه له الناس مش منتبه له أنه هناك تغيير بالقيادة العسكرية الإسرائيلية بني جانس هذي مرحلة مثل ما بيقولوا انتقالية بني جانس فاليل عم بفل وجاي إزنكوت المغرب هيدا مشهور اللي تعين هلأ رئيس أركان جديد للمجرمين الإسرائيليين هيدا المجرم حرب اسمه إزنكوت مشهور بلبنان خاصة لأنه هو صاحب نظرية الضاحية اللي بتقول أنه لاجب تدمير البناء التحتية والضاحية وكذا هذا الموضوع إزنكوت هلأ بده يسلم بشباط يعني نحن بمرحلة انتقالية بين رئيسي أركان في الجيش الإسرائيلي كمان العامل اللي نحن بدنا نهتم فيه ونطلع فيه منيه هو ما يجري على صعيد الداخل الإسرائيلي بخصوص الانتخابات تبع نتنياهو واللي أنا بقول صحيح أنه عم ياخد شوية بالاستطلاع الزيدي بس كان عم يتعرض لضغط أساسي من داخل اليمين الإسرائيلي كل هذه ممكن تعطيك أسباب لماذا في الجولان ولماذا بالتحديد في هذا التوقيت يعني جغرافيا والزمان وطبيعة الهدف من ناحية الأشخاص ورمزية الأشخاص اللي استشهدوا في الجولان بالطبع سنتابع عن هذا الموضوع وأكثر ولكن بعد أن نستمع إلى عنوين الصحف إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع شكرا لك الدياء أهلا بكم جولتنا في عنوين الصحف العربية لهذا اليوم نبدأها مع صحيفة السفير اللبنانية ونقرأ فيها الجبهة تتمدد إلى الجولان بالدم ومعادلات مغنية لعبة النار تغرق العدو بهواجس الرد وسحته وتوقيته في الشأن اليمني جاء في السفير يوم عصيب في صنعاء اشتباكات واتهمات بانقلاب أما في الشأن المصري السيسي يعرج على السعودية الإفراج عن شباب الثورة في ذكرها من صحيفة السفير إلى صحيفة الثورة اليمنية ونقرأ فيها لجنة رئاسية تحتوي الوضع في العاصمة الداخلية تؤكد سريان وقف إطلاق النار والصحة تعلن عن خمسة وخمسين مصابا رئاستان الجمهورية والوزراء تدعوان إلى تهديئة الوضع وإتاحة الفرصة للحوار في صحيفة الوطن العمنية نقرأ سوريا تتمسك بالحوار لحل الأزمة وتمضي في محاربة الإرهاب إيران تنع قائدا بالحرس الثوري وحزب الله يشيع كواديره ويتوعد بالرد على القنيترا الفلسطينيون علاقتنا بالاحتلال وصلت لللاعودة اليمن اتفاق اللجنة الأمنية يوقف الاشتباكات بمحيط دار الرئاسة إلى صحيفة العرب اليوم الأردنية ونقرأ فيها احتمالات الحرب مفتوحة إسرائيل أوغلت في المسي بحزب الله الحوثيون على موعد في مأرب إلى صحيفة الوسط البحرانية عنونت أيضا في الشأن اليمنية الحوثيون يحاصرون القصر الرئاسي في اليمن بعد مواجهات خلفت تسعة قتلة النيابة تمدد حبس سلمان لحين محكمته في الثامن والعشرين من يناير الجاري الألف يشيعون جهاد مغني وطهران تؤكد مقتل جنرال إيراني في الغارة الإسرائيلية من الوسط البحرينية إلى صحيفة الشرق الأوسط ونقرأ فيها الحوثيون يفرضون بالسلاح تعديلات دستور عشرات القتل والجرح في اشتباكات حول القصر الرئاسي في صنعاء جنرال إيراني ضمن قتل دربة الجولان وحزب الله يتواعد إسرائيل اجتماع للمعارضة السورية في القاهرة وفي الشرق الأوسط عريقات قال لهذه الصحيفة إما أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها أو الاستقلال قال أن العلاقة مع تل أبيب وصلت إلى نقطة اللعودة ونختم مع صحيفة الشرق التونسية ونقرأ فيها القبض على الإرهابي الخطير عبدالله الغربي القيادي في نداء تونس فوز اللومي قال لهذه الصحيفة تشريك النهضة في الحكومة رفضا للإقصاء خاطفو شرابي والقطار يعرضون المقايدة بإرهابيين تونس رفضتها مع هذا العنوان نأتي إلى ختام هذه الجولة في عنوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم عودة إلى برنامج آخر طبعة شكرا سارة على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم عنوين كثيرة الوطن العربي وأيضا الدولي ولكن لو أخذنا موضوع السيسي مثلا التي وردت في صحيفة في أكثر من صحيفة وهو السيسي يطمئنه في الرياض على صحة خادم الحرمين كيف يمكن أن نقرأ هذه الزيارة ومجمل علاقة مصر الجديدة مع السيسي مع السعودية بطبيعة الحال يعني هناك كثير كثير من الكلام والتحليل فيما يتعلق بواقع مصر اليوم بس أنا أبأكد لك من خلال المتابعة ومن خلال ما شهدناه وما مثل ما أقوله وما تكلمنا معهم مع مسؤولين في القيادة المصرية الجديدة أنا أبأكد لك أنه الواقع في مصر واعد هلأ الناس ما بدت تحكم بأبيض أو أسود في العلاقة أو في توصيف الواقع المصري الجديد نحن بالنسبة لأنه هذا دقيق هذا الموضوع اللي افتحتي معي بقصة العلاقة بين السعودية و مصر واللي نحن نعتبره يعني جزء من مشروع التآمر على ما يجري في سوريا ومصر لذلك رحكون كناصري وكقومي عربي أنا فيما يتعلق بالجنرال عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربي نحن ملا مرة قلنا أنه عبد الفتاح السيسي هو عبد الناصر رغم ما قيل عنه ولكن نحن منقول يكفي عبد الفتاح السيسي أنه أخذ قرارا استراتيجيا في حماية وتخفيف تأثيرات انهيار الأمة العربية بضرب مشروع عصابات الإخوان المسلمين في المنطقة العربية اللي هو أخطر إذا لا يوازي أخطر من الواقع الإسرائيلي يعني شبيه ويكمل الواقع الإسرائيلي وزيادة أكثر يعني بالصراع لذلك نحن منعتبر أنه السيسي أدى هذه المهمة القومية بضرب عصابات الإخوان المسلمين هلأ نحن نرجع دائما للتاريخ نحن منقول أنه عبد الناصر بمكان ما كمان فتح علاقة مع السعادية لعدة أسباب لمصالح متبادلة مش بس أنه السيسي رايح مشان يأمن شوية أنه يأمن دعم اقتصادي لصالح الشعب المصري اللي هلأ بتعرفي يعاني الكثير يعني بدك تحسب إذا هلأ في مية مية وعشرين مليون مصري بدك تأمني لو أنت بالنهار كل طلعت صبح مثل ما كان يقول عبد الناصر بس كانت لرغامة قال ميتين واربعين مليون رغيف قبز بكل النهار عبد الناصر كان يقول بدي أمن تسعين مليون يقدر يحصن الواقع المصري فقط ولكن السعودية كمان بدأ الحالة المصرية لتمنع الأخطار اللي ممكن تفوت عبر البحر الأحمر وعبر السيناء إلى الواقع السعودي هناك طبعا المصالح نحن بالطبع الأخطار ممن التي تريد أنت عصابات الإرهاب والتخرير السعودي وليس مواجهة تركيا مثلا من ما اللي بتدفع لبعض المجموعات تجي مجموعات مضطرفة اللي بتولدهم بيولدوا مجموعات أكثر تطرفا بني يحتلوا مك ويسقطوا العائلة الحاكمة كلها كلها عملية مثل ما بيقولوا متشابكة ببعضها متشابكة ببعضها لذلك لذلك نحن منقول موقع مصر واعد فيما يتعلق باتخاذ دورة في تحصين الأم بعدين أنا بقيم أنا لك أنا كقومي عربي حتى تكون واضح ساحة معركة الأساسية هي سوريا المعركة القومية الأساسية لأليه سوريا ومن يقود هذه المعركة في سوريا هو الرئيس بشار الأسد بكل وضوح لذلك كمان لما لاقي أنه هناك تغيير ولم يظهر يمكن إلى العلن أو ببعض المحلات ظهر هناك تغيير في تعاطي القيادة المصرية السياسية والعسكرية مع الواقع السوري أنا لذلك بقيم علاقتي أو تقييمي للواقع المصري استنادا لما يجري على أرض سوريا العربية هذا كله يجعلني أنه أنظر مثل ما يقوله بعين أنه راح زاره للملك عبدالله وقال له كيف وفيه تبادل مصالح ما بدنا ناخد مواضيع أكتر من هك بس نحن منقول مصر وعدة الجنرال عبدالفتاح السيسي أدى دور استراتيجي كبير ونحن كقوميين عرب نعتبر أن تقييمنا لأي نظام على صعيد الأم العربية ينطلق من قربه أو بعده عن المعركة الحاصلة على أرض سوريا العربية هل ترى أي دور كوسيط لمصر في المنطقة أكيد هناك الكثير الكثير من الأمور التي يمكن ليس تجري على صعيد العلن ولكن هناك الكثير من تم الحديث عن موضوع وسط ولكن لم يستمروا في الحديث عن هذا الموضوع لم يستمروا بس أنا برأيي هناك الكثير من الوقائع اللي ما عم تظهر للإعلام عم بتصير باتجاه تحصين الواقع السوري في مكافحة الإرهابيين من قبل القيادة المصرية يعني هناك مثل ما بيقولوا جهد عم تبذل القيادة المصرية لتحصين الواقع السوري بمواجهة الإرهابيين والمقربين في سوريا نعم أيضا في إلى أي حد قادرة أيضا مصر على صد تركيا المد التركي ليس فقط مد الذي متعلق بتمويل الإرهابيين داعش وغيرها ولكن المد السلطان التركي يعني خارج تركيا نحن نعرف أنه إدارة عصابات الإخوان على مستوى المنطقة تخرج من المحلان غرفة عمليات مركزية بتركيا وغرفة على عمليات أصبحت ثانوية غرفة عمليات لوجستية مادية في قطر مشخة مشخة قطر لذلك لذلك تركيا إلى دور أساسي في دبح مثل ما كان تسبح العربة مثل ما كان دبحتنا نحن عيام استعمارة تركيا اليوم إلى دور أساسي في زبح أهلنا على أرض سوريا العربية لذلك تركيا نحن مصنفين عدو عدو تتشبه مع إسرائيل أبداً لا تختلف يعني عصابات الإخوان المسلمين المتأسلمين حتى ما نغلط تتشبه تماماً مع العدو الصهيوني ما في حداً يحكي بهذا الإطار لذلك لذلك ما قامت به وما قامت به مصر وما قامت به عبد الفتاح الجنرال عبد الفتاح السيسي في مواجهة الأتراك وتقليم أظافرون على صعيد الامتداد داخل هذه الأمة كمان نحن منقدره ومنعتبره عمل يدخل ضمن استراتيجية العليا في حماية الأمة نعم سنتابع هذا الموضوع وأكثر أستاذ حضرة العميد ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعا أعود وأرحب بضيفنا في أليستوديو أمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان أهلا وسهلا بك حضرة العميد قبل أن نذهب إلى الحدث اليوم لنستمر في النقاش حول سوريا وما حصل في سوريا بالأمس هناك خبران طهران وموسكو وقعتا اتفاقية للتعاون العسكري بهدف تعزيز الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي ولمواجهة كافة أشكال الإرهاب هذا خبر وأيضا هناك خبر آخر عنه هذه الاتفاقية أيضا هي إعادة إحياء صفقة الـ 300 المضادة للطيران كيف يمكن أن نقرأ هذا الخبر الآن بعدما حصل بالأمس مثل ما نحن مثل ما بيقولوا هذا الخبر بيأكد المؤكد أنه من أصغر شارع بدمشق إلى فلسطين إلى كل أنحاء أمتنا العربية إلى طهران إلى موسكو المعركة واحدة والاستهداف واحد العدو واحد والاستهداف واحد في محور مقاومة يرفض التبعية للولايات المتحدة الأمريكية ويرفض أن يكون هناك في قوة أحادية ظالمة في هذا العالم يتسمى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لما عم نشوف أوكرانيا ما يحدث من استهداف ببعض الأماكن على مستوى المنطقة العربية ما يحدث في سوريا خاصة الحدث اللي صار برهن بجولان كله مرترابط ومتشابك مع بعضه لذلك أنا ما مستغرب أنه الروس بعد ما شافوا هذا الاشتداد بممارسة الأحادية على الصعيد الأمريكي رجعوا تبين تفرد ورجعوا تبين أنه نحن عم بيعامل الروس وكأنه دولة أقل من دولة تالتة وتعرف الكرامة الروسية ترفض هذا التعاطي اليوم بعد ما بوتين رجع عاد استنهاد هذا الواقع الروسي الدولي والعالمي والدور اللي أخذوا من الطبيعي أنه اتمتن العلاقة روسية مع مثل ما بيقولوا لمحور القط المقاوم لتفرد للولايات المتحدة الأمريكية لذلك شفنا أنه في حراك روسي وليس فقط على مستوى إيران شفنا مع فنزولا مع فنزولا ومع باقي الدول البريكس ولكن تحديدا هذا موضوع إعادة أحياء صفقة الأس 300 المضادة للطيران هل تعني صفقة من زمان إعادة أحياء قيمة وليس اتفاق أنا برأي هو استشعار الروس بأن هناك محاولات أمريكية لإعادة الاستفراد بإدارة العالم وشفنا يعني صار أصغر أصغر تابع للولايات المتحدة الأمريكية بيطلع بيبهدل الشعب الروسي بيبهدل بيبهدل ماركل وغير ماركل وهول الأوروبيين اللي هني شرها بتخرج عند الأمريكيين طيران هني أنه منعمل عقوبات ما منشير العقوبات منجو على الشعب الروسي استخدام النفط من قبل النواطير الكازو الغاز لا يقشطوا السعر يعني أربعين بعدين مبارح لفت لنظر أحد الفلاسفي بيقول أنه هاي العملية لأنه الإسرائيل يحس أنه سعر النفط صار ربطة بالسعر نفط المدنني يعني من هيدا التحليل لذلك أنا اللي عم أقوله هيدا الصفقة هيدا الصفقة اجت بسياق الصراع الكبير يعني لازم يصير هاك مش أنه مش لازم لازم ينعمل صفقات ولابد أنه الجيو ستراتيجية العليا طبعها روسيا أنه تبلش تدعم مواقعها سواء كانت بروسيا أو بسوريا أو بكل المناطق لأنه أصبح اليوم نحنا في استهداف مباشر من قبل الأمريكيين لكل محور اللي عم يرفض أحدية الولايات المتحدة بالإضافة نحن لماذا تتصاعد الأمور ويصير توتير على مستوى العالمي وعلى مستوى منطقة الشرق أوسنة ننسى أنه نحن في صراع مفصلي وأساسي استراتيجي بين الإدارة الجمهورية والإدارة الديمقراطية الآن إذا الديمقراطيين ما أجعل حكم طاروا لفترة طويلة وإذا الجمهوريين كسروا الإدارة الديمقراطية كمان بيقعدوا لفترة الإدارة للجمهوريين في القونجرس تحديدا تحديدا بس بعد من حسمت الأمور لذلك هل بدأ نشوف مزايدات كثيرة من الولايات المتحدة الأمريكية أنا برأي الروس عم بيواجهوا يعني عرفوا أنه هناك عملية إعادة للسيطرة الأحدية على العالم هذا في الموضوع السياسي يعني إعادة السيطرة وغير السيطرة والتفرد بالقرار الدولي هل يمكن أن يكون لهذا علاقة في الحرب التي يتم الحديث عنها الحرب المقبلة التي يتم الحديث عنها في المنطقة يعني وارد كل الاحتمالات بس ما فيك أنت هلأ بظل الظروف اللي عم بتسير أنك تقولي أنه هاي بالتحديد هذه الصفقة مرتبطة أو مؤشر على أن الحرب ستقع بس أنا بقولك شغلي لما يكون فيه رسم قرائط جديد بمنطقة بحجم الشرق الأوسط ما بتقدر تمر مرور الكرام لا بالقوة الناعمة ولا بالدبلوماسية الناعمة اللي بيسأل ولا بدي يكون فيه فرض فيه زلزال مثل ما قال الرئيس بشار الأسد بمكان ما فيه زلزال في مكان ما نتابع الموضوع ولكن بعد أن نستمع إلى الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل السفير وحدة الجبهة قاعدة الرد المقبل عمليا للمرة الأولى يعلن حزب الله استهداف مقاومه بالنار الإسرائيلية على أرض سوريا إذن صارت الجبهة واحدة من النقورة إلى القنيطرة وعلى قاعدة وحدة الجبهة من حق المقاومة أن ترد في الجولان السوري المحتل غير أن ذلك يستوجب الانتقال إلى أسئلة من نوع آخر يتجاوز الحق إلى دور كل أطراف الجبهة في الرد وهنا لا بد من سؤال سوري محوري حول المصلحة والقدرة على تحمل مواجهة من هذا النوع زد على ذلك أسئلة أخرى مرتبطة بتقصد الحرس الثوري الإيراني للمرة الأولى الإعلان عن استشهاد العميد محمد علي الله دادي أحد مستشاري قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني للشؤون السورية وهل ينطوي ذلك على رسالة معينة انطلاقا من كلام السيد نصر الله الأخير عبر شاشة الميدين بشمولية رد المحور على أي اعتداء إسرائيلي في سوريا وهل تجد إسرائيل نفسها أمام احتمال رد ثنائي وخصوصا أنها جعلت نفسها والمنطقة أمام سيناريو حافة الهاوية الاندبندنت ما هي لعبة حزب الله في سوريا الهجوم الإسرائيلي في الجولان جاء بعد أيام على حوار من ثلاث ساعات للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على قناة الميدين هدد فيه بالانتقام من إسرائيل على خلفية الضربات التي شنتها في سوريا إسرائيل صبت تركيزها باتجاه الحدود الشمالية عقب الهجوم محلل في معهد دراسات في تل أبيب قال للصحيفة إن إعلان إيران مقتل أحد ضباطها يخلق نوعا من الالتزام بالرد وخيار طهران المفضل هو بالرد عبر حزب الله الخبراء رأوا أن الانتقام المتوقع لحزب الله قد يكون وشيكا أو مؤجرا وقد يتخذ شكل هجمات بالصواريخ ضد إسرائيل أو كمائن على طول الحدود اللبنانية أو السورية أو هجوم على أهداف إسرائيلية في الخارج الأخبار اللبنانية طوق حلب موسكو محطة إجبارية لا يمكن فصل تطورات المشهد الميداني في الصراع السوري عن نظيره السياسي ففي حالة حلب يجدر التذكير بأن باريس وأنقرة أخذتها على عاتقهما رفع الصوت عاليا بالتزامن مع تقدم الجيش الشهر قبل الماضي لاحقا لذلك وبفواصل زمنية قصيرة زار وفد ديبلوماسي سوري موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنقرة وعقد اجتماع ثلاثي ضم وزراء خارجية سوريا إيران العراق على هامش مؤتمر دولي في طهران والتقى الرئيس السوري نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخايل بوغدانوف وبتزامن لافت زار رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي ووزير الخارجية التركي مولود جاوش أغلو طهران هذا التسارع مهد لدخول الروسي بقوة على خط دعم التفاوض السياسي وفي المحاصلة بدأ أنه ما لم تفلح تهديدات أنقرة وباريس في فعله قد فعله حلفاء دمشق وعلى وجه الخصوص موسكو فأرجع استكمال المخطط العسكري في حلب هذا السؤال المحاق الذي الكثير من الناس والمواطنين والمراقبين طرحه أيضا لماذا إيران أعلنت هذه المرة بهذه الطريقة عن استشهاد قائدها أو قائد ميداني لديها أريد أن أوضح نقطة مهمة بهذا الموضوع بالتحديد مثل ما قلت لك الجغرافيا الجغرافيا أنه هذا المناضل والمقاوم الإيراني استشهد على أرض الجولان السورية هو عم بيطلع فلسطين وهون بدنا نربط كثير يعني نحن بما قاله السيد حسن نصر الله بالمقابلة على الميدين مع الأستاذ غسام أنا برأيي هذه المقابلة مفصلية وفيها طرح استراتيجي عالي مش بس مثل ما قاله حرب إعلامية يتقنها السيد حسن أو لا يتقن لا هذه المقابلة أنا برأيي إعادة تصويب إعادة تصويب للصراع الحقيقي في المنطقة اللي هو وجود الكيان الصهيوني نحن بنعرف أنه أهم بأن أهم بأن بمهام لواء القدس التابع طيلك القدس اللي تابع في الحرس القومي الحرس الثوري الإيراني هو إزالة إزالة إسرائيل من الوجود يعني نحن أمرها بتقوله إزالة إزالة إسرائيل من الوجود كيف هذا كيف بدأت تصير بس الجماعة اللي عم بيخططه اللي هذه المقاومة الجدية اللي عم نحكي عنه من إيران من إيران إلى فلسطين إلى الحركات المقاومة الفلسطينية إلى حزب الله في لبنان ومن يحارف حزب الله ومن هو مع حزب الله الفكرة مش بعيدة عنهم لذلك التصويب الصحيح اللي السيد حسن مثل ما أحظت خلال ثلاث ساعات كان مجمل الحديث وطبعا أستاذ غسان كان عم بيركز على هذا الموضوع أنه نحن صراعنا الأساسي هو باتجاه العدو الإسرائيلي كل ما تقولون عنه بأننا تدخلنا في سوريا من أجل مصالح إيرانية أو مصالح طائفية أو مذهبية كل ما تنعتون به حزب الله هو صاقط تماما لأنه المعرك الأساسي اللي عم يتحضر الحزب مثل ما قال السيد حسن هو فقط إزالة إسرائيل من الوجود ورب العالمين هلأ في ناس بدأت رب العالمين مثل ما بيقولوا بيبصم له أو حتى ما بيقل له للسيد حسن صدق كيف بيوفقه 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 لذلك هذا الاستشهاد ما أنه كارثة علينا طب في هذا الاستشهاد هذا التأكيد لما يقوله السيد حسن أن حزب الله هو هدفه الأساسي لا صراع مذهبي ولا كل هذا الكلام اللي عم يطلع هدفه الأساسي إزالة إسرائيل من الوجود وما رأيناه على أرض على أرض الجولان من استشهاد لقاضي أساسيين في حزب الله ولقائد أساسي في فيلق القدس يؤكد أن هذا الصراع باتجاه إسرائيل وما يجعل أرض سوريا وما يجعل أرض سوريا هو لأننا بس خليني أكد هالنقطة نحن بمفهومنا إذا بيربح وسنربح في سوريا في سوريا ضد هؤلاء العصابات كلها عصابات داعش وغير داعش وكلها وعمل لك سنربح مش عم قول ما نربح بدنا نربح وأنا عم أكد لك سنربح وصرنا أنا برأيي بالمراحل الأخيرة من أعلان أعلان الانتصار إسرائيل أدركت تماما وإجا الأثبات هلأ باستشادها أولئك أنه بس ننتصر بسوريا نحن فيتين على الأدس ألا ما عم بحكي شعر تبهي أنا ما عم بحكي شعر أنا عم بحكي بوقائع على الأرض مشان هيك كل العالم تعمل حساباتها على الأساس تعمل حساباتها طالما دخلنا على القدس من خلال سوريا سنذهب إلى استماع ما كتبته أبرز الصحف أو ما أبرز ما كتبته الصحف الإسرائيلية لتدخل في نقاشنا الآن إذن إلى إقراء إسرائيل والتفاصيل هارتس القصف قبل الانتخابات العمليات الاستعراضية العسكرية تميز المعارك الانتخابية في إسرائيل ولسيما عندما يكون حزب السلطة يعاني ضائقة الفرضية المخفية لقادة الدولة تفيد بأن الجمهورة اليهودية يحب الانتصارات العسكرية السهلة وعروض القوة من شأنها تعزيز صورة رئيس الحكومة ووزير الأمن وإقناع الناخبين بوجوب بقائهما في منصبيهما النماذج على ذلك كثيرة وعابرة للأحزاب وآخرها كان الهجوم الذي نفذته مروحيات عسكرية في سوريا والمنسوب إلى إسرائيل لا يمكن إثبته أن العملية في سوريا نفذت لحسابات انتخابية ولا لاعتبارات نقية لقيادة الدولة لكن الأدلة الظرفية لتأثير السياسة على الأمن قوية جدا لذلك حان الوقت لاتباع سياسة جديدة حذر شديد قبل الانتخابات إسرائيل هايوم توتر في الشمال والجيش ينشر بطاريات القبة الحديدية رفع الجيش الإسرائيلي مستوى الاستعداد واليقظة على الحدود الشمالية استعدادا لإمكانية رد يقوم به حزب الله فنشر بطاريات من منظومة القبة الحديدية في الشمال وثم تحتمالات إضافية تستعد لها المؤسسة الأمنية ومن بينها قيام حزب الله برد على طول الحدود أو تحديد هدف إسرائيلي في الخارج وفي ضوء هذه التطورات جرت أمس مداولات عديدة لتقدير الوضع داخل المؤسسة الأمنية الاعتقاد السائد في إسرائيل هو أن حزب الله لا يتجه نحو مواجهة واسعة مع إسرائيل لكن ثم تخشية من حصول تصعيد يخرج الأمور عن السيطرة ويؤدي إلى مواجهة واسعة مع الحزب يدعوات أحرانوت نصر الله سينتقم في الوقت المناسب له ما هو مقدار المخاطرة الذي أخذت إسرائيل في عملية التصفية في القنيترا وهل فتحت بذلك جبهة مقابل حزب الله على الحدود الشمالية الرسالة الإسرائيلية واضحة إن عدم الصبر الإسرائيلي إذا انتشار حزب الله على الحدود السورية ناشط حزب الله يهددون إسرائيل الآن ويدعون إلى الانتقام منها لكن قيادة الحزب تعي جيدا قوة الرد الإسرائيلي وعلى الرغم من أن الحزب لديه مائة ألف صاروخ بعيد المدى وراكم قدرات قتالية خلال الحروب التي خاضها يتصرف بحذر ويبدو أن حزب الله سيتريث وسينتقم في الوقت المناسب له غالباً ما إسرائيل لجأت إلى اتهام بأنها تدافع وأنها تدافع عن نفسها وعن وجودها إذا الحركات المقاومة هذه المرة هي التي قامت بهذا الاعتداء لا قبله ولا بعده أي شيء ممهد له هي التي بادرت إلى الاعتداء على المقاومة على أراضي سورية لماذا؟ لأنه قلتلك اكتملت عندهم هل يكتفي فقط أن تكتمل هناك ألاف ربما الأهداف التي تكتمل عناصرها؟ لا 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 دعنا نشوف نحن طبيعة قلتلك طبيعة الهدف الزمان والجغرافيا أول شيء بالجولان وبعيدة ستة كيلومتر عن منطقة الاحتلال الإسرائيل نوعية الأهداف يعني نوعية الهدف الأشخاص رمزيتهم ماذا يشكلون بالإضافة الوقت الوقت فيه تقاطع لكثير من الأمور على صعيد المنطقة وعلى صعيد العالم وعلى الصعيد الإسرائيلي لذلك كل هذه الأمور بدأت ندرس بدقة مش أنه والله نغلب نقول لأنه هاك هيدا صار هاك لا فيه كذا تقاطع لتوقيت ومكان ورمزية الأمور بتخليك تأكد أنه هاي العملية هاي العملية فيها كتير من الأمور المخفية أكتر من الظاهرة واللي إسرائيل بتعرفها مظبوط واللي كمان قيادة المقاومة بتعرفها أكتر نعم لذلك ما يعني ما نعطيها كتير موضوع أنه شو حيثير أنا عم أقول لك شو حيثير هذه تدخل هذه المعركة أو هذه العملية فيه سياق الصراع ضد العدو الإسرائيلي هذه العملية مثل ما بيقولوا بيتوفق فيها الإسرائيلي بمكان ولكن هذه العملية أيضا تعطي للمقاومة الكثير الكثير من القدرات اللي بتقدر تأخذها من خلال هذه العملية بالتحديد ما حدا يحطها كأنه آخر القان مدري شو صار المقاومة كانت تتوفق بعمليات أهم وأخطر من العمليات اللي صارت وما نقول أنه هاي ستكون بداية لحرب عالمية سالتي ولا ما نقول أنه لا يمكن ما يصير شي وبدو مثل ما بعض الأبواه بتقول أنه لا ما حيسترجي ما حيسترجي المقاومة ترد لأنه الواقع السوري والواقع الإيراني كل هذه الاحتمالات وردي بس أنا عم أقول لك وعم نقول للعالم المقاومة بخير المقاومة بدأت ترد وبدأت ترد بشيء يعني مثل ما بيقولوا يرجع يعيد التوازنات والمعادلات إلى واقع الطبيعي خارج إطار ماذا يريده يعني للأسف ماذا يريده الجراح وماذا تريده ما يشدياء وماذا يريده هؤلاء يعني نكون احنا بمحل عالم نرجع للواقع مش هيك الأمور عم تدار والقصة مش أنه ضربني كف لردلك الكف في صراع وصياق هذا الصراع المقاومة جاهزة المقاومة حاضرة مثل ما قلتلك يمكن ينزل صاروخ بقلب تلقابيب وزن الرأس سوائة وخمسين مش طالع من ألف سوائة وواحد بدي يشوف أنا نتنياهو شو بدي يريده أكتر من هيك أهلنا لأنه هني صار يشككم برح أنه المجتمع الشيعي ما بيقوله مجتمع المقاومة هذا الصامد هذا اللي علم دروس العالم بالمقاومة من الألفين للألفين وستين وكل هذا الصمود أنه ما بق يحمل وأنه عمر البيت تبقى على الحدود هلأ شو بدي يعمل بالبيت العمر؟ كل هذه الحرب الأعلامية والنفسية اللي عم بتقول والرد لن يكون من لبنان ومثل ما حكي هدا مش سليمان هدا هذا مبارع أنه له ما بيصوى نحنا نرد من هون هالقصص يعني كل هالحرب الأعلامية لهولي المجموعات اللي عم بتديرهم القوى يعني السفارة الأمريكية أنه قصوا تردهم من لبنان ما حدا رح يرد لما يتاخذ القرار المقاومة بدأت ترد هلأ من لبنان بس مثل ما أناه 1700 واحد رح نزحلكن ياها عجنب عرفت كيف أهل المقاومة ومجتمع المقاومة ونحن جزء منه مش بس أهلنا بجنوب طبعا لبنان كله سوا كل واحد مع المقاومة شفتي هلأ جاهز زالي هلأ على الشويرة بتلاقي ناطرين مش نحن الخايفانين الإسرائيلية مثل ما شايف الإعلام الإسرائيلي كله مرعوب معي قبر بالمناطق الشمالية بلشوا يحملوا يعني عملوا نزوح هلأ بلشوا الإسرائيلي ينزحوا باتجاه المقب وباتجاه المناطق الآمن يعتبروا أنه خلصوا إغلاق إغلاق المنطقة للشمالين مش نحن المأزومين الإسرائيل الآن مأزوم شايفهم مخيمات مثلا مخيمات لجوء عابلنا في هذا الإطار يعني فيه خبر أورادتهم ببعض مواقع لبعض وسائل الإعلام الإسرائيلي هو الرادار أورين أدير وهو يستخدم كرادار لمنظومة صواريخ حيث طيب هذا الخبر نحط على المواقع ثم سحب فورا له علاقة هل يعني فيه كخبر أمن عسكري يعني أقول لك مهمة كتير يسمع سيد حسن بروائل واحد مع أستاذ غسان شو قال لهم قال لهم إذا بغزة لطبيعتها صعبة ومحدودية الجغرافيا تبعها محدودية الجغرافيا تبعها وشفنا نتائج هذا الجيش اللي كان اللي هو أوهى من قيوط العنقبوت اللي كانوا عاملين أقول لهم إذا ما شفنا يشو طلع من أمره وين بغزة كيف عم تحكي أنت بالساحة اللبنانية اللي عنده امتداد مثل ما شفنا الناس ما عم تنبه أنه نحنا امتداد بالجولان أنه هذه الجبهة اللبنانية لا تكتصر فقط على على الواقع اللبناني أنه بكرة إذا حتى بعملية أمس كما تتبع في السفية مين بدوا يهدي أي رادار وأي رادارين وأي ثلاثة رادارات حتى أعطيهم نبسطهم إياها للعالم طيب إذا إذا نضرب بالنهار قدرت المقاومة ورح تقدر تضرب بالنهار مدئوا الألف خمسمائة صاروه تتراوح الحمولة يعني الرأس المتفجر تبعا نبسطهم إياها للناس بين الخمسمائة والسبعمائة وخمسين كيلو جرام فلت خمسمائة صاروه هن بيقدروا بعظمتهم مع هذه القب والأماركان واللي بدك وكل العالم ينزلوا 30% أنا عم طمن كمان جماعتهم اللي هون اللي عندهم اللي يحسبوها بديهم يحسبوا مخهم كمان لا يغيروا بركب يغيروا شوي موقفهم السياسية بيفهموا شوي وبيهدوا يعني عم بتقولي 300 صاروخ بدوا ينزلوا على إسرائيل يضرب 300 ب750 كيلو جرام أو بصائد بتشوف قد ينزل نحن نحن اللبنانيين أو نحن الواقع العربي ما كتير مدركين هذا الواقع الصاروخي القدرة الصاروخية للمقاومة مع أنه نحن واسقين منا بس الإسرائيلي يدرك تماما يدرك تماما لذلك مقام فيه بجولان بهذا الاستهداف أنا برأيي هناك قيادات عسكرية إسرائيلية والعديد من المجتمع السياسي الإسرائيلي يدرك أن هناك حماقة ارتكبها نتنياهو وهذه المرحلة الانتقالية بين رئيسين أركان وين بدأت توصلهم يدركون ذلك تماما هلأ في شيء عم يتعبر بالإعلام في شيء ما عم يتعبر بالإعلام المقذة هو مقذة إسرائيلة والإسرائيل هي المقذومة المقذوم من خلال هذه العملية اللي كمان شفناها هي الواقع في سوريا أن المجموعات الإرهبية والتكفيرية والمخربين إلى انحصار بحلب بدير الزور بريف دمشق ودمشق وحمص واليوم أنا أم أكد لك بعد هذه العملية وبعد ما شفنا من استشهد كمان بالجولان سيكون هناك وضع مختلف تماما في القاضي من العيام أمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل ما قدمته لنا ولكن مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة